مواصفات الحادي ده إنه لازم يبقى شاعر مثلاً؟ لازم يبقى مستشفة المجموعة اللي معاه بتحب إيه؟ وصفات زي المغنى؟ ملهم؟ بالضبط، ملهم ملهم وملهم؟ ملهم وملهم، الاثنين؟ ملهم وملهم، الناس دي عايزة صبر في الترحال شهر وشهرين، انت بتتكلم في أربع شهور رحلة الشتاء والصيف وما أشبه يعني، هيدبولها إيه؟ فهو، بس هو اللي عرفه أنه كان بيبقى سطوة عالية عشان جهور جهور، آه، لازم أظن، نحن سمعنا نظمة الغزالة مثلاً قال، يا حادي يا العيس بالإنجيل تخبرني عن البدور اللواتي هاهنا نزلوا جئت تسألني عن البدور اللواتي كانوا هنا بالأمس، واليوم قد رحل لما بلغنا المنا من حجة واجبات تاكامل السعد والأحزان قد ذهبات وسرّة النفس بالعفراح وانطربات حتى الرياح أتت طوعاً لما طلبت سفن النجاة فصارت عدة ماددة لما رجعنا ووفل كل موعده هده رحلات حتى الآن في أسوان night هده نحن يعطلو رحلات في أسوان ما مما العلاقة بالجمال؟ فيها هده بي 엄청 زودا السفارة في الجبل وفيها Yuca India وكضاء المراعى وفيه معلومه قد له بتعوم الناس كثيرة أنه إلى مسك قد يكون شفاء الديوم وفيه أيضاً من الجمال الذهاب هناك كن رحلات ح pitches وفيه الأسودان رحلات يمتourt توك دراء ومن mangیم أو دولي للجمال هل الحادي مازال مستمر؟ موجود هنا موجود هنا هو الحادي مرتبط بالبساطة بصراحة لأن البساطة بتخليك حر بيمتلك إلا حادي عنه غيره إنه ممكن يقعد في أي مكان مش مرتبط بأي تلميع فعنده صفاء نفسه كامل هو بيقول شعر لا بس بالحادي يختلف شعر مغنى فكل الحالات ولكن الحادي يختلف على الطرب الحادي والموال والنميم اللي هما ما فهمش الآلة آه يا حبيبي يا سيدنا النبي ونازم العصل في أثناء رجعته أبدى لنا ذرة من فيد فكرته وقال لما انتهى ما في غصيدته ثم الصلاة على الهادي والشيعاته ما هي الموضوعات اللي بيقولها الحادي في الرحلة؟ أول حاج أنينهم على فراقهم لأوطانهم لو أنا طالع من وطني بتبقى أنيني أشد لو أنا راجع لوطني بيبقى الفرحة أكتر تمام؟ واحد مفارق حيروح الحج مثلا فسايب بيته ووطنه حيهاجر يروح لبيت الله الحرام من الحج حيقول ليه؟ بيقول مثلا تفارق النفس واها ومسكنها شوقا لأرضا أعز الله موطنها فاشكر لمن قال فيها حيث عاينها أنعم بها هجرة ما كان أحسنها فيها العناية حقا والجمال بدى وهو راجع لما بلغنا المنى من حجة وجبت تكامل السعد والأحزان قد ذهبت وصرت النفس بالأفراح وانطربت حتى الرياح أتت طوعا لما طلبت سفن النجاة فصارت عدة مددا لما رجعنا ووفى الكل موعده من موسم عظم الرحمن مشهده واستسهل الحال حتى عاد موعده فاز الجميع وكل النال مقصده تم السرور وأضحى عيش نار غدا ترجمة نانسي قنقر